ومشهد الشعور بالتنغيص إيه حكاية التنغيص ده؟ الكلام بقى مش بس الكلام اللي من تحت لتحت لكن في حاجات لما بتحصل بتعمل حالة من حالات التنغيص زي كتر اللوم وكتر كمان الشكوى وكتر الانتقاد لما بتحصل كتر الشكوى وكتر اللوم وكتر الانتقاد بيبقى فيه مشكلة إن الفلسفة اللي بيعيش بيها الإنسان كثير اللوم وكثير الانتقاد هي فلسفة إنه هو دايماً بيدور على مين المخطئ مين الجاني؟ مين اللي هو يشيل الخطأ كله ويشيل الليلة؟ من غير ما يدور على مين الحل الشخص ده في أوقات كتيره بيه على فكرة ما بيقاش وحش هو بس غالباً بيكون شخص ساعي للكمال أو عنده إحساس بالمظلومية ولذلك باب من أبواب الوصال اللي ممكن تتعامل بيه معاه إنك تتعود في أي مشكلة مع أي علاقة إنك تدور على الحل وتعوده على كده ولو كان اللي قدامك هو اللي كثير اللوم حاول إنك تشغل معه شريط البالغ شريط البالغ من الشرائط الستة اللي احنا تكلمنا عنه مقبل كده يعني إيه؟ تسأله أسئلة حقيقية مش أسئلة لا أسئلة استنكرية ولا أسئلة إحيائية وتاخدوا معك في مساحة الحلول عشان يترك نفسية المظلومية المشهد الرابع شوفوا المشاهد إزاي؟ لما بس بنغير اتجاهنا في النظر إليها ممكن المشاهد يتغير وتفتح أبواب الوصال إزاي؟ المشهد الرابع مشهد الصوت العالي والصوت العالي بقى كتير في بيوتنا آه صحيح الصوت العالي بيفزع الإنسان ويخليه طول الوقت حاس بالتهديد حاس بالضغط حاس بعدم الاستقرار حسب بأنه في حد بيهينه ساعات وده شيء مهم نتنبه ليه لأن حضرت النبي نبهنا أننا ما نفزعش حد وأننا لا نغضب وفي الغالي بالصوت العالي إما هو انفعال بالغضب أو كمان نوع من أنواع التهديد اللي قدامنا بس لو فهمنا أن نفسية الشخص اللي بيعيش معانا واللي دايماً بيتعصب وصوته بيعلى هنلاقي إن الشخص ده والله بيقول لكم جداً هنلاقي إن الشخص ده رغم إن الناس شايفه إنه آسي ويساعات إنسان جاف وإنسان مؤذي لكن في الحقيقة هو من جواه بيبقى أكتر الناس اللي حاسين بالقلق وفي طول الوقت هو عايز حد يتحامى فيه هو بيفزع ومشاعر التوتر عالي عنده الضغوط والغضب مليه فهو أكتر حد محتاج للسلام يبقى هل العلاقة مع الشخص العصبي مستحيل بديل إن أنا أوصل بيها إلى سلام الوصول لا الكلام ده من الصحيح صحيح العلاقة بتاعته هي علاقة ما اللي يعني تحديات بس لو فهمنا وفهمنا إن الإنسان ده هو أكتر الإنسان محتاج إن إحنا نحسسه بالأمان ونرويه بالحنان احتمال كبير جداً جداً يبقى قطية بالناس معنا إحنا ونخرج أجمل ما فيه ومحبته تملأ لبنا وتضاعف لأنك أصبحت الملازل آمن له من مشهد بنسميه مشهد الاحتواء في مشهد تاني بقى بنعمله بقى بنبص عليه وهو مشهد كتير في بيوتنا قوي وهو مشهد التجذر الأسري يعني إيه التجذر الأسري؟ إن كل واحد يبقى قاعد في جزيرة لوحده المشهد ده بقينا بنشوفه كلنا دلوقتي لما كل واحد يدخل قطه ويقفل عليه أو ماسك الممبايل بتاعه ومش فاضي أو يقول مش عايز يتكلم أو مش عايز يتعامل مع اللي حواليه أو قاعد لوحده أو جواه يأس من العلاقة مع اللي حواليه فاختر يعيش جواه جواه البيت في جزيرة منفصلة عن كل اللي حواليه مشهد التجذر الأسري ده بيشاول لنا طول الوقت على الفجوة والجفوة اللي بقينا نعيشها مع أحبابنا عشان نرجع تاني نعيش عيشة حقيقية مع بعض نرجع فاتحين قلوبنا لبعض من غير ما نحس إن العلاقة لا يمكن تكون أحسن من كده ولا من غير ما ننتظر مين اللي هيبدأ ولا مين اللي هيبادر في بنات كتير على فكرة نفسها تترمي في حضنة بوها ومنتظرة بس نظرة فيها حنية وفيه أباء موجوعين من جفاء أولادهم ومنتظرين بس يحنوا عليهم ويبصلهم بابتسامة كده إن هم فخورين بيهم أو حتى سعداء إن هم أباءهم فمتي أعسوش إن الأباء للأسف موجوعين عتلقوهم في حالة يأس إن أبناؤهم يحنوا عليهم فيا يا أيها الأباء ويا أيها الأبناء العلاقة ممكن تبقى أحسن من كده وما تقايسوش والله يصدقوني العلاقة ممكن تتحسن حتى لو كان كل واحد فيكم أعرض عن التاني من كتر وجعه وإن الواجع ساب علامة فيه لكن مع كل مرة عن حاول نخبط على الباب ده وندخل فيه في كتير من الجدران هتتهد جدران الواجع دي هتتهد وتتلاشى وترجع للقلوب تتفتح على بعض وتعيشوا مع بعض السلام الوصول